إلى وفاة لحد الآن إصابات وفاة شرطيين و يعني بأملية انتحارية يعني بعد التفجير نعم نعم الإرهابي عندما عندما لم يستطع الدخول فزر نفسه طيب تبادل إطلاق النار كانت البادرة من طرف الإرهابي أم من طرف الشرطي الذي حاول منعه نعم الشرطي الذي حاول منع الإرهابي يعني الإرهابي بدأ بإطلاق الرصاص يعني حاول قتله من ثم دخول المركز لكنه لم يفلح يعني الشرطي كان كان أذكى يعني وضح بنفسه يعني إثرى وفاته نتيجة الانفجار طيب ديار آخر حصيلة آخر حصيلة آخر حصيلة وفاة شرطيين لحد ساعة وفاة شرطيين يعني مؤكدة مؤكدة هل هناك إصابات في الصفوف الأمن لحد ساعة لا يعني لحد ساعة وفاة شرطيين شرطيين اثنين نعم نعم مثل ما يشار لي ربما ديار شرطي واحد وليس شرطيين هو الذي يعني المعلومات نحن متوازدين أخي بلال نحن متوازدين أمام مركز الأمن الولائي والمعلومة التي بحوزة الآن وفاة شرطيين يعني يقول لك الشرطي الثاني مات متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى شكرا جزيلا لك ديار بن داود كانت هذه أخر معلومات مشاهدنا الكرام من طرف مراسل تليفزيون النهار الذي قال لحد الساعة قال مصادر موثوقة والذي صرح بها مراسل تليفزيون النهار والذي قال بأنه هناك وفاة شرطي بعد الهجوم الانتحاري ضد مقر الأمن الولائي لولاية تيارة أما الثاني فحسب مراسل تليفزيون النهار دائما قال توفية واستشهد متأثرا بجراحه إذن هذا وربما نعطيكم آخر المعلومات حيث نعتت المديرية العامة للأمن الوطني فقيد الشرطة الجزائرية الشرطية الذي استشهد في الاعتداء الإرهابي والذي جنب وقوع مجزرة حقيقية بمقر أمن ولاية تيارة بعد أن استطاع احتواء الإرهابي الانتحاري الذي كان يحمل حزاما ناسفا يقضت شرطي أحبطت الهجوم الإرهابي الاستعراضي وأثبتت احترافية وأثبت احترافية الشرطة الجزائرية في التعامل مع المخططات الإرهابية هذا وجندت المديرية العامة للأمن الوطني أزياد من 150 ألف شرطي عبر التراب الوطني لتأمين مناسبة عيد الأضحى المبارك وكذا الدخول الاجتماعي الجديد